زي ما تكلمنا مع حضراتكم في بداية حلقة النهاردة مصر مبارح كانت على موعد مع الصفقة الاستثمارية الأهم والأضخم في تاريخ الدولة المصرية مبارح وقع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية ما بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي الصفقة هي الأكبر من خلال الاستثمار المباشر جاءت في وقت مهم جدا خلونا نعرف بقى تفاصيل عن هذه الصفقة والاستثمار في رأس الحكمة أهميته ودوره في دعم الاقتصاد المصري وتفير فرص عمل من ضفنا الكاتب الكبير الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع أهلاً وسهلاً نورتني يا فندي مكالعب أهلاً بيك يا فندي يعني في البداية خلينا نتكلم عن صفقة الاستثمار الأكبر وهي صفقة رأس الحكمة شايفها إزاي؟ وطبعاً الحقيقة أنه هذه الصفقة زي ما أنت أشرته هي الأكبر في تاريخ الدولة وكمان الحقيقة هي طول الوقت كنا بنتكلم على البنية الأساسية اللي تم وضعها على مدى العشر سنوات اللي فاتت الحقيقة وأنه عندنا سروات طبيعية وسروات مختلفة محتاجة أفكار لإدارتها هذه الأفكار في هذا الوقت بالذات في ظل انعكاسات أزمة عالمية وأموال بتخرج وأموال بتدخل وأموال بتحرك في تنافس كبير في العالم كله حوالين جذب الاستثمارات لما يسمى الأموال الساخن فالحقيقة أنه أي حد هيفكر أنه هو يدير السروة هيبقى محتاج هو يوصل للسروة دي ساي وده اللي حققته الحقيقة البنية الأساسية على مدى السنوات الفاتت وبتجيب على أسئلة كتيرة ممكن رئيس الوزران بارح هو بتكلم على أنه الناس كانت بتتساءل ليه أنا بعمل طريق الساحلي عشر حراط أو غير الكلام هنا مش بس الحقيقة وده طبعاً النقطة العجلة في الموضوع 35 مليار اللي هيدخلوا في شرايين لقتصاد المصري ده رقم كبير جداً غير مسبوك أظن أنه هو مش بس يعمل امتعاش وتعديل لفكرة سعر الصرف أو غيره الجزء العاجل لكن الجزء الحقيقي هو اللي أنا دايماً بسميه أو كان الخبراء دائماً يسموه أنه مصر محتاجة ممرات تنمية لإقامة تنمية حققية ومستدامة قوس الغربي والسحل الغربي كان لحد سنين قليلة جداً الحقيقة قبل العالمين الجديدة والكلام على رأس الحقيقة مكان كنا أتكلم طول وقت عن خطر الألغام حرب العالمات التانية وإزاي الناس بتتفجر فيها الألغام دي وبتفقد جسمها أو حياتها من هذا الأمر أرضى داو لما دخلت وتهرت هذا الأمر كنا بتستنى العالم يدينا هنا أو ييجي هنا أو كده يستخرج الألغام أرضى بقى فيه مجتمع حقيقي وصروة قابلة لإنك تنميها ففكرة أنه التنمية ما بدأت في فكرة العالمين الجديدة كان طول الوقت كلام على السحل الشمالي مهم وكل شيء ولكنه موسمي ثلاث شهور أو أربعة شهور في السنة انتهى بتتكلم اسكندرية موجودة اسكندرية طبعا ازدحمت بأهلها وغيره كان لازم بفيه امتدادات فكرة ممرات التنمية دي كانت مطلب يمكن ظهر في الفترات بعد 25 يناير وغيره كان يقولوا فيه قرأة خبراء طول الوقت السروة دي محتاجة كان رئيس عبي فتاح السيسي يمكن في افتتاحه لأحد المشروعات الصناعية في كافر الشيخة وغيره قال السروات احنا عدنا نرى السروات ضخمة ولكن محتاجين افكار لان الحاجات دي تكون سروات فبنتكلم على مدن قابلة للتوسع قبل مدن انها تستوعب بشر وتستوعب الزيادة السكانية وكمان تفتح الباب لاستثمارات كبيرة المستثمر لما هيفكر يجي بالتأكيد هيدرس عندك بنية اساسية ايه عندك طاقة ايه عندك طرق وقد احنا عملناها اساس اكرم بشكل كبير جدا هيعني بنية التحتية لجذب الاستثمارة عايز اتوقف مع حضرتك عند المؤتمر الصحف مبارح بالعسامة الادارية الجديدة لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان فيه اشارات مهمة جدا ورسائل مهمة جدا وبعض الجمل اللي عايزين اتوقف عندها مع حضرتك يعني الحديث انه ما حدث بالامس هو نوع من الشراكة وليس بيع الاصول لانه بنشوف كده بعض الاصوات اللي بتطلع من هنا وهناك بتتكلم ان فيه بيع للارض وبيع للاصول المصرية رئيس مجلس الوزراء اكد اكتر من مرة على فكرة انه ما حدث بالامس هو نوع من الشراكة وليس نوع من بيع الاصول المباشرة دي نقطة في قائمة الاحمية الحقيقة لانه انت اشارت الاول ضخ بقى التشاؤم ولا يعني تكريل الناس في حياة حياتي المنصات دي طول الوقت بتتكلم الحقيقة وطول الوقت بيحاولوا يفاهموا الناس كلام خاطئ اولا دي مش بس شراكة اولا الدولة المصرية ودولة الامارات العربية المتحدة طرف رئيسي في هذه الصفقة الامر الاخر هو انها قائمة على القوانين المصرية والدستوري للمصر فيما يتعلق به حق الانتفاع وادارة السروة وغيره فهنا احنا بنتكلم محدش يجرؤ ان هو يخالف القانون او الدستور في مثل هذه الامور نقطة الاهم هنا هو بيع لو انت بتبيع هو حد هياخد الارض دي ويمشي او هياخد المشروع ويمشي دي نقطة الحقيقة طب بنتكلم في كل دول العالم المناسبة طول الوقت ما بنتكلم في هذا الموضوع بقول له احنا مش بنقنعك مش بنقنع الناس بالباطل او بنتكلم على دعاية لا انت بتكلم على واقع ما بتسافر برة بتلاقي اكبر المشروعات برة والنوادي بيتنفسوا على انهم يجذبوا الاستثمارات محدش بياخد ده وبيقول ده البرج اللي في لندن اللي في دولة عربية عاملها او غيره او هذا النادي بياخده ويمشي بالعكس هو لازم يضخ فيه استثمارات وبالتالي هو يكسب يعني بالتأكيد كل الاطراف بتكسب لكن فكرة الشراكة وانه هزي الشراكة اولا المستثمر لن يأتي بامواله دون ان يجد انه لديه فرصة للربح وانه كل الاطراف تبقى ربحة لكن انت ليه الافضل الصفقات هي اللي بيبقى كل الاطراف حاسين فيها ان هما ربحوا بشكل جيد انا اتكلم علينا اولا من حق المستثمر ان هو يربح طبعا قانون المصري واضح في هذا الامر في التمليك وادارة السروة والاستفادة بشكل عام لكن الاهم هنا هو انا هيعود عليها بايه دي النقطة المهمة انت تتكلم علي مدينة اولا راس الحكمة فيها الجزء الغربي في العالمين او راس الحكمة في حاجة مهمة او حرص على فكرة المدن الزكية والمدن الصديقة للبيئة لانه انا مش لانه في كلام كمان اتقال ربا واحدش ياخد باله منه ممكن يبقى المتخصصين او غيره على فكرة التغير المناخي وان انا بهدر السروة او بضعف انت بتتكلم على طاقة شمسية على طاقة رياح في هذه المناطق وهذه المناطق صالحة جدا على طاقة نظيفة على الطاقة النووية انت بتتكلم على محطات تنقية مياه هو الناس كانت بتقول وانا بعمل كل المحطات دي ليه على اعادة حتى فكرة المجتمع القابل للمجتمعات المتسعة والعمران دايما مصر بيستخدموا حكتين مهمين قوي جودة الحياة والعمران العمران غير البنى احنا بنتكلم على مشروع عقار كلم على مدن فيها زراعة وفيها صناعة وفيها تواصل فيها مشروعات كتيرة اه انه هذه سياحة عم يبقى فيه مطار دولي وبالتالي فمن كل دول العالم بيوصل ليه مصر عندها سروة سياحية سواء سقفية او غيره مكنتش مستغلة بشكل رئيسي اه السياح بييجوا في كل الحالات بس الارقام اللي كانت بتيجي احنا نستحق قدها كم مرة وبالتالي فلما بعمل مطار دولي او بعمل هذه الطرق الضخمة اللي النهاردة مخدومة جدا او محطات توليد كهرباء او طاقة طاقة شمس وطاقة رياح وطاقة مية وطاقة نووية بتشغل الصناعة بتشغل الزراعة اولا في اراضي كتيرة جدا صالحة للزراعة فالنقطة هنا انه هزي المدينة اللي انا بتكلم هنرجع لفكرة الخامسة وتلاتين مليار اللي جزء منه هيبقى احداشر مليار هتخصمه من ديونك الخارجية ويدخله السوق انت بتشتكلم على مضاع لكن كمان فيه مية وخمسين مليار سيتم انفقهم لحين انجاز ده كم فرصة عمل ستتغفر ملايين فرص العمل احنا بنتكلم على ملايين فرص العالم المؤقتة والدائمة لان احنا في العاصمة الادارية في العالمين الجديدة دي كانت اماكن سحرة غير مستغلة على الاطلاق وقبل ذلك كان يتم الحصول على الاراضي بشكل عشوائي او غيره النهاردة اصبح قيمة عقية لا يدفع هذا المبلغ الضخم في ارض زي دي احنا بنتكلم على انه بالتأكيد شايف فايدة وعائد حقيقي فاننا يبقى فيه مية وخمسين مليار كمان هيتصرفوا الانجاز ده هنتكلم على مطار دولي على كمان اهل المنطقة وده نقطة برضه مهمة اللي سيتم تعودهم وانهم هيجدوا فرصة الاولوية ليهم في هذا الامر لاضافة لملايين فرص العمل فنية من مهندسين لمقاولات لغيره لعشرات او مئات المهن الصناعة الاسمنت الحديد السيراميك قديم كلها منتجات مصرية موسير كهربا كابلات محطات توليد طاقة طاقة رياح او طاقة شمسية كل دي فرص عمل مؤقتة وفيها فرص عمل دائمة ثم ما اشتغل في السياحة كل مليون فرصة عمل كل مليون سائح بينتج قد ايه ممكن عشرين فرصة عمل فهنا بكلم برضو في ملايين فيه هنا كمان مجتمع كامل فيه تعليم فيه صحة فيه خدمات مختلفة فيه تجارة فيه بيع وشراء فيه تصدير فيه انتاج فيه زراعة يعني احنا بنتكلم على مشروعات كاملة زي ما بقول العالمين دي او رأس الحكمة اللي شافها فيه لحد التسعينيات والحد الالفية يعني وكانش بيقدر يوصل لها قبل اربع او خمس ساعات النهاردة نتتكلم في ساعتين من القهارة او غيره فاللي هيروح ويدفع كل هذه الاموال الناس تبص وتقول انه هنعمل هنروح هذا المكان اللي هيجي من اوروبا او هيجي من غيره لازم يبقى فيه وسائل انتقاله الكلام التاني برضو الاسئلة اللي ما تروحها انا بزبط كنت عايزة اقف عند نقطة مهمة قوي حضرتك كنت لسا بتتكلم فيها من شوية وهي 11 مليار عايزين نرد عليها بعض الناس شافت انه 11 مليار دي ايه ده طب ما دي مش فلوس هتتضخ في البلد دولة رئيس الوزراء يمكن رد على الجزء ده وقال انه دي كانت وداع مصر متقدرش انها تتصرف فيها لكن النهاردة احنا جزء من او 11 مليار دي احنا نقدر نتصرف فيها عايزين حديك توضح لنا اكتر النقطة دي طبعا 11 مليار دي موجودة محسوبة في الدنيا الخارجي وبالتالي هتتصل من الدنيا الخارجي اللي بتتكلم على اصاب بيون او غير هزي الوداع بتروح لصحابها هي موجودة بمسامة امانة لكن انا النهاردة بتكلم على ان هدخلها مش بس كده هتشيلها من الدنيا الخارجي وكمان هتدخل ضمن ال 35 مليار وبالتالي فانت بتتكلم في 35 مليار او 11 مليار كمان هيتم تسييرهم كاموال تدخل في الاموال اللي هتتصرف في انشاء هذا المشروع فالنقطة دي مهمة جدا وواضحة اعتقد يعني يمكن رئيس الوزراء وضحها بشكل كبير جدا لانه دايما طول وقت في اسئلة الى اي مدى هذا الامر يجيب على الاسئلة وبعض الناس كنا اقولوا وليعنا بين كتم والشفافية هو لازم الصفقات الاستثبارية كلها بين الشركات بين الناس بين الدول بتتم بشكل انه فيه منافسة لجذب هذه الاستثمارات الخارجية فكرة انه انا اعمل شراقة مع حد كبير وكيانات كبيرة وبضمان الدولة الحقيقة لانه الرئيس الوزراء قال ازاي انه كان فيه جزء سياسي في هذا الامر الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بن زيد الاثنين دعموا هذا المشروع بشكل رئيس لبرد سيد اكرم بلغة الارقام او ما تم الاعلان عنه بالامس فيه 15 مليار هيدخلوا الدولة بشكل مباشر مرحلة اولى بعدين 25 مليار كام على 35 مليار استثمارات على مدى المشروع الزمني تصل الى 150 مليار دولار وفيه رقم مهم جدا انه نصيب الدولة المصرية من الارباح هيصل الى 35% بتشوف الارقام دي ازاي 35% رقم كويس جدا اولا كمان مثل هذا المشروع اولا انت عندك مدينة العالمية الجديدة عندك راس الحجم النهار فكرة انه انت بتاخد منصة في 35% رقم كبير جدا مقابل هو هيدير ادارة حديثة ادارة اقتصادية والعمالة كلها والشركات كلها مصرية يعني كل الشركات اللي هتدخل هتشتغل مصريين اكتر من 90% شركات مصرية سواء شركات المؤولات والانشاءات واحنا عندنا مطورين عقاريين اعتقد اسمعهم كل واسمعهم مش بيشتغلوا دول عربية كتيرة في غيره كمان فكرة ان انت عندك خبرات في البنية الاساسية بالشكل انت عندك القطار السريع او القطار الرابط بين مواني البحر الأحمق المضوسط لأول مرة وبعدين دي جزء مهم هزا الاستثمارات وهزا المشروعات الوصول لها مش بس كده كمان احنا ما شايفين تغيرات في العالم فيه متعلق بطرق التجارة والطرق في اسيا وطرق في غيره فانت لازم تبقى انت السريع قوية لعشرين وخمسين وستين سنة قادمين مش زي الاول كان ونشتغل الحاجة لسنتين تلاتة ونبقى بعد سنة او سنتين محتاجين نعدلها النقطة الحقيقة اللافتة في هذا الامر ان انت عندنا تجارب في مصر حتى زي مرسى علم زي بعض المناطق اللي هو فكرة اللي احنا كنت نقول عليها الخرافي اعتقد الخرافي فيها مطارات وفيها مساكن للناس مجتمع كامل يعني النقطة دي في غاية الاهمية ان انا بتكلم فيها ان انا محدش بيجي اخد الارض دي ويمشي وان ده موجود في كورة دول العالم وان انا انا كنا بنتكلم نفس اللي بيكلم ده اللي هو يقولك والأموال الساخنة غيرت ما هي دي الأموال الساخنة اللي هو انت انا لاقي فرصة اكتر من اني اوديها في اوروبا او الولايات المتحدة للنهاردة برضو بعد الحرب الرسي اعتقد انه فيه تفاصيل كتيرة فيه توزيع هذه الاموال واستثماراتها ان انا كمان امان هذه الفلوس وان انا بيت تأكيد بحسب دراسة جدوى انا هيعود علي قد ايه ازا انا بنتكلم على ميناء لليخوت وهذا نشاط موجود في العالم مخصص لاغنياء بدرجة معانة احنا بنتكلم على السياحة بشكل عام درجات فيه الساح اللي بيجي بيروح اليخوت او بيروح جزر الكريبي والوزر في طايلاند وفي غيره ده بيبحث عن درجة معانة وبينفق امواله قابل انه يحصل على هزي الغم فيه الساح اللي بيشيل شنطته بيجي زي ما الناس من عندنا بيروحوا ورده او غيره المتوسط اللي هو لازم يلاقي انا بروح وبتشجعني انا بتحرك بسهولة انا بلاقي قطر بركبه القاهرة النهاردة طرق اللي اتعملت وكان دايما الناس بيتتسائلوا عليها المتحف المصر الكبير المتحف الحضرات الاثار الاسلامية والقبطية والفرعونية والاهرام وغيره يقدر النهاردة السائح بهذه الطرق وغيره خلال يوم واحد سيف القاهرة ثم ياخد القطر ويروح على الغداء في جزء الشاطئي بيستمتع جدا وبعد كده يروح اللقص فالنقطة انه مخصصة سياحة طول عمرها السياحة مخصصة لده واللي بيروح سياحة بيروح اسبوع في السنة بيحوش له دول السنة الاوروبيين كده وكل الناس كده في ناس عندنا حتى لو مصي افهنا بجهز له ففكرة انه للقادرين دي نقطة تمام كمان رئيس الوزر قال انه لازم بفيه فئات مختلفة لإسكان لاننا اللي هيشتغلوا دول الطبقة الوسطى اللي هيقدم الخدمات دي لازم بفيه اسكان نفس اللي حصل العاصمة الادارية وحضائق العاصمة اللي افتتاحها الرئيس منذ الشهور دي الفكرة انه يبقى فيه تنوع وتعدد ومش هفترض طول الوقت اننا يبقى لازم عندي حاجة واحدة او درجة واحدة وده اللي حصل بالمناسبة في العالمين وحصل في كل مكان ففكرة الدرجات دي وفكرة اننا اطرح اسئلة ولاقي اجابات عليها هذه الصفقة الحية بتجيب على كتير من الاسئلة اللي كانت موجودة من ضمن اسئلة المواطن ممكن يقولك انا هتعود علي بايه الصفقة دي يعني الرئيس الوزراء قال في كلمته انه المشروع هيحقق استقرار نقدي للبلاد وكمان هيساهم في كبح جماح التضخم فالنهار ازاي المشروع ده بيرد طبعا احنا اتكلمنا عن الاستثمارات الخارجية وضخم مليارات الدولارات للاقتصاد المصري لكن مواطن مصري ازاي يحس ده بكبح جماح التضخم فيه تلات انواع من العوائد المباشرة وغير المباشرة من هذا المشروع الجزء العاجل اللي قال عليه رئيس الوزراء انها بتكلم على 35 30 مليار منهم 11 مليار خاص من الديون الخارجية وضخم في السوق المصري دي نقط تعديل سعر الصرف والجزء الاجراءات وتسهيل النتاع حسال مفاوضات نبسان دوء النقد ومع التحاد الاوروبي ده اصله من نهار ده من ساعة مؤتمر الصحفي بدأ احنا كان الاسعار بنتكلم انعكاس لازمة عالمية ده العملة الصعبة مصادرها معروفة تحولات العبالي من الخارج قناة السويس العوائل التصدير السياحة شوفنا احنا الاحداث اللي بتحصل في المنطقة وازاي اثرت على البحر اثرت على السياحة انا بقول تلات حاجات دي نقطة الاولى التعديل العاجل ليه سعر الصرف بالاضافة انه بيدخ اموال في شرعين الاقتصاد المصري جزء التاني سيراميك كهرباء كابلات كل دي هتبعي في انتاجها لحلطات هو في الطلبات عرض وطلب نقطة الاهم بقى ان انت بتتكلم على تقريبا توطين عدد كبير جدا من الناس وخلق فرص عمل كل فرصة عمل بتعني اسرة ما بتعني ش فرد وبالتالي فالملايين اللي هتشتغل دي اذا انا بتتكلم في اتنين تلات اربعة مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في هذه في هذا العمل سواء في الانشاءات او سواء بعد كده في هذه المنشاءات اللي هتقوم سؤال اخير استاذ اكرم ازاي مبارح المشهد ده بيمثل يعني شهادة الثقة في الاقتصاد المصري يعني اللي شفناه مبارح ده ممكن يتكرر الفترة المقبلة نشوف صفقات وتدفقات استثمارات اجنبية اكتر للدولة المصرية يعني المشهد اللي شفناه في توطيع مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة ممكن يتكرر الفترة اللي جاية باشهد الثقة المستثمرين وشركات مؤسسات عالمية هو ما فيش مستثمر هيجي الا وهو متأكد ان هو هيحقق اربعة ده نقطة النقطة التانية يمكن المؤسسات الدولية بتتكلم وحتى بعض المنصات المعادلة اللي كان بتدفع لها فلوس عشان تنشر ده لكن في نقطة اضافية كمان عشان برضو الفايدة بتاعت العوائد انه رئيس الوزراء قال من الفترة الجاية معرق فترة الرئاسة الجديدة وغيره التعليم والصحة تعليم العالي وسوق العمل والحاجات دي ستحظى بالانفاق الاعلى لتطوير هزي المنظومة وربط سوق العمل التأمين الصحي الشامل احنا بنتكلم على التعليم والمؤسسات التعليمية فاحنا برضو ده جزء مهم لازم نضع باعتبار كمان ضمان مصالح الناس اللي موجودين في هذه المنطقة فأنا اعتقد انه صح جدا اللي انت بتقوله انه هو انا عوائده المباشرة او عوائده الغير مباشرة بالاضافة الى انه لسه الوزر قال انه في صفقات مختلفة واظن انه في اكتر من اتفاف اكتر من اتجاه النهار لو الناس بتتكلم وتأكيدا لفكرة ان الشراقات والاموال اللي بتيجي بتبحث عن عوائد او مصلحة او فايدة او win win سيتيويشن هتبقى موجودة مع سقة كبيرة مصر فيها كنوز سياحية وكنوز مختلفة مواد خام غيره عندها افكار عندها كوادر عندها انصر الامان في غاية الاهمية في دول سياحية بعد الساعة ستة هم حدش بيقدر يمشي فيها ودول كبيرة ومشهورة واقتصادات ضخمة مختلفة عن مصر لان دي طبيعة الشعب المصري اللي هو برضو رئيس الوزر والجهر والشكر ودائما من رئيس والجهر والشكر ودي مش مجاملات لانه لو حد بيشوف في الخريطة وحجم التحديات اللي موجودة في المنطقة مصر وضمان ان الشعب المصري ده مستقر وصابر وبيتعامل وعارف ان هكاسات ده وبيسمعش هنا وهنا وعنده درجة كبيرة جدا من الوعي ده اللي بيدعم فكرة ده جزء مهم قوي بالمناسبة من سروة مصري الحقيقية ان الشعب المصري خدراته وزيادة السكانية دي تتحول مع الوقت الى انها تبقى صار وحنا عندنا كوادر في كل شي عندنا مواهب في كل شي تحتاج ان نفجر ده ويبقى بقدرة ان انا بخلق فرص عمل حقيقية وتصدير وفكرة التصدير وفكرة الكلام ده الناس كتقول تصدير العقار وانا هنصدر العقار هنبيعه هنحطه في الطائران لا هو ده تصدير العقار ان انا عندي سروات اقدر اديرها والناس توصلها بسهولة احنا دائما كنا بنتكلم يمكن كمان في الموسم اللي فات على جزب نوع مختلف من السايح في العالمين الجديدة او في الساحل الشمالي كنا بنتكلم بالتحديد عن يمكن السايح من دولة دول خليج العربي بنشكرك طبعا استاذ الكتب الصحة في اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع على وجودك معنا على قراءتك الوفية لمشروع وهو الاهم في تاريخ الدولة المصرية وهي مشروع رأس الحكمة كل شكرا لك يا فند كل شكرا لك سيد اكرم نورتنا وشرفتنا